اكد سعدة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل عضو مجلس إدارة معهد الإدارة العامة أهمية توحيد الجهود ما بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بدعم الخطط والمبادرات الوطنية الدعمة للشباب الرامية إلى تطويرهم مهنيا ورفع تنافسيتهم لسوق العمل جاء ذلك خلال حفل ختام النسخة الأولى من برنامج خبرات الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع عدد من شركائه وأوضح سعادة الوزير أن برنامج خبرات المستهدف لفئة الشباب البحريني الباحث عن عمل والخبرة يأتي تجسيدا لمبدأ التنافسية كونها من المبادئ التي يرتكز عليها برنامج الحكومة 2023-2026 والذي يأتي أيضا بالتوازي مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة الشيخ رانا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن برنامج خبرات يعد أحد المبادرات المواكبة للتطلعات الوطنية التنموية الرامية إلى تطوير وتمكين الشباب البحريني مما يجعله الخيار الأول في سوق العمل مضيفة أن المعهد استطاع من خلال البرنامج أن يزود منتسبه من الكوادر الوطنية الشابة بفضل الخبرات العلمية والتطبيقية والشهادات الاحترافية حقيقة سعداء اليوم بأن نحضر مع الأخوات والأخوة الذين التحقوا بهذا البرنامج وأكملوه بنجاح ونشكر معهد الإدارة على هذه المبادرة وعلى سعي هداء الدائم لدعم مسارات التدريب في مملكة البحرين سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام وتهيئة الكوادر وتهيئة الشباب لتولي المزيد من المسؤوليات والمزيد من المهام الوظيفية العليا شاهدنا اليوم حافل تخريج الدفع الأولى من برنامج خبرات واللي جاء من أعداد معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة العمل جافكون وهوب تالنت من أهم أهداف هذه البرنامج جعل المواطن البحريني الاختيار الأول في سوق العمل وبعد النجاح الكبير اللي حققه إن شاء الله بنقوم بإطلاق الدفعات القادمة ونشجع الباحثين عن العمل بل التحكم هذه البرامج برامج خبرات يعطي نقلة نوعية بالنسبة لمشاركة الغطاء العام مع الغطاء الخاص في تدريب الشباب وتمكينهم في دخول معترك الغطاء الخاص وفي العمل وتدريبهم لتواكبهم مع احتياجات سوق العمل وماشاء الله اليوم هذا الفوج الأول بالنسبة للتدريبات والبرامج مع الخطاء الخاص وهذا التعامل رح يعطي نقلة نوعية من ناحية نوعية العمل والإنتاجية ونحن نتمنى أن نشجع مع شباب البحرين والإخوان على أساس كغرفة مع الفطاء العام ووزارة العمل نعمل برنامج كيفية مواكبة المهن وصقل خبرات الشباب كونت هاي تجربة فريدة من نوعها في مملكة البحرين قدرت أن هي تسقل مهاراتنا من ناحية النظرية ومن ناحية العملية بحيث أن هي قدرت أنها تهيئنا حق بيئة العمل كون لنشرف أن نحن كنا الدفعة الأولى وأتمنى أن هاي البرنامج يكون فيه استمرارية لحق الشباب بما يخدم الشباب في المستقبل وفي مملكة البحرين للأمون استبات من البرنامج من كل نوعية المهنية والعملية والنظرية بكل ما تحتوي تعرفنا على سوق العمل ومتطلباته وكبنا بيئة العمل وتدربنا عليها خذينا فكرة عاما شون بيئة العمل مع الضغوطات والأمور هذي كلها